ازاي يلغي التشفير التام بين الطرفين في الماسنجر فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هنلغي مع بعض التشفير التام بين الطرفين في الماسنجر وبصراحة كنا تكلمنا قبل كده في فيديوهات عن نفس الموضوع بس عملنا خطوات غير دي فطبعا الخطوات دي اختفت في الماسنجر وناس برضو بتسأل والخطوات ما نفعتش معاها فلو انت مش نفع معاك الطريقة دي اقول لك الطريقة التانية بس اكتب لي في التعليقات وانا اسبهاي لك في التعليقات الطريقة التانية فاعنا معانا طريقة مختلفة غير الفيديوهات التانية فياريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك الفيديو ده ولو المرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات ويلا بينا هروح مع بعض كده على الماسنجر بندغط ضغطة مطولة على التطبيق من هنا بيظهر لك بالشكل ده كده بضغط على علامة الاي بكل سهولة ومن هنا بضغط وبدخل على معلومات التطبيق من هنا ببدأ ان انا انزل وبروح لحاجة اسمها مكان التخزين وبضغط عليه طبعا هنلاقي تحت خالص مسح البيانات ومسح التخزين مؤقت هعمل مسح تخزين مؤقت وبنتظر وبعمل مسح البيانات هنا سيتم حاس في جماعة يعني مهم يعني هنضغط على مسح هنعمل مسح بيانات مسح تخزين مؤقت وبنروح على المتجر بلاي وبستور عندك على الموبايل بنضغط كده في البحث وبنكتب مع بعض ماسنجر تمام بنضغط ونكتب ماسنجر ونروح على الماسنجر بنشوف موجود تحديث ولا لا من هنا ببدأ ان انا افتح التطبيق بتاعي عادي جدا وبسجل دخول طبعا بعد ما تعمل الخطوات دي بيبدأ يجيب لك بقى تسجيل دخول لحسابك بتضغط انت وتختار الحساب بتاعك المهمة بتسجل دخول بالحساب وهتلاقي ان التشفير التان بين الطرفين مش موجودة عندك بالخطوات دي وطبعا لو محتاج الخطوات التانية زي ما قلت لك هسيب لك الفيديوهات دي لو انت عاوزها اكتب لي بس ان انت عاوزها في تعليق مسبت وطبعا دخلنا بكل سهولة ومش هنلاقي ان في تشفير في المحادسات مفيش تشفير بس كده عندك اي سؤال اقصد في صور اكتب لي في التعليقات انا برضي على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته